زي ما تكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة ان احنا بنخصص كل حلقة من حلقات صباح الخير يا مصر قبل احتفالاتنا بثورة الثلاثين من يونيو عن ملف معين حصاد الدولة عملته خلال هذا او خلال هذه السنوات ملفنا النهاردة هو ملف الثقافة المصرية وعشان أبقى يعني أكثر وضوحا معاكم الملف ده ربما متعلق بحاجة مهمة جدا هو الهوية المصرية مصر كانت زي ناس كتير بيقول كده ايه اختطفت فيه اثناء الفترة اللي حصلت فيها هذه الانتكاسة فاحنا كنا رايحين فين وفي الحقيقة القصة الخاصة باعتصامات المثقفين كانت هي العنوان الابرز اللي دفعوا فيه فعلا عن هوية مصر الثقافية احنا كنا رايحين فين يعني ايه مصري؟ هي دي النقطة اللي ما كانش حد من هؤلاء كان فاهمها كويس ثقافتنا وهويتنا كانت هدف للجماعة الارهابية وده اللي انتبهت اليه الدولة المصرية مبكرا ودعم التحركات القوى النعمة من مثقفين ومفكرين وفنانين علشان نتصدى لهذا الخطر صحيحي مصطفى خلينا نتعرف على حصاد عشر سنوات على ثورة 30 يونيو في مجال الثقافة تحديدا من دكتر احمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني ودرحب بحضرتك بنوارنا في سبع الخير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خليني أبدأ القصة مع حضرتك من يوم اعتصام المثقفين في البداية كانت دافع وراء هذا التحرك كانت نقطة مهمة جدا ومحطة مهمة جدا في مرة أخرى رجوع مصر لأهلها مرة أخرى وفعلا فكرة ان احنا ضحت فكرة اختطاف الهوية المصرية زي ما قال أستاذ مصطفى الحقيقة يعني كانت مشكلة هوية يعني احنا في مصر زي ما بحب أقول احنا متدينين وعندنا هوى ديني يعني الدين عندنا عقيدة واحتياج وطبيعة كمان في الهوية ولكن هذا لا يمنع زي ما بحب أقول ان احنا عندنا مزاج مختلف أيضا احنا نوضع القهوة وان احنا نسمع مكلسوم وان احنا في الأفراح نرقص رأس ليس رقصا خليعا وان احنا نغني وحاجات من هذا القبيل هذه الأشياء كلها تتناقض مع ما كانت تفريضه الهوية ومتجزرة في الريف وفي الصحيح وفي النوبة بالضبط بالضبط يعني حاجة مش غريبة على حتى الأهلية دا ضد اللي كانوا يعيزين نعمله الأخوان بس هي أصل هي ببساطة ببساطة هما الأخوان ما عندهمش حاجة اسمها مصر ومعندهمش حاجة اسمها القومية العربية هما يعني ايدي رجيتهم لا تعترف أصلا بحدود الدولة هما مع فكرة الأممية الإسلامية يعني هما عندهم إن المسلم الباكستاني أقرب ليهم من المسلم المصري اللي مش إخواني أساسا مش هقولي اللي منديانة تانية عندهم فكرة الأممية ليتتعرض مع فكرة الوطنية ومش عايزة أقول ألفاظ قالوها زي تصرحات مهدي عاكب وزي أشياء من هذا القبيل ولذلك وعي المصريين الحقيقة يعني أنا مش عايزة أتكلم عن المثقفين بس وعي المصريين كلهم أدركوا وده كان منهش ليا شخصيا إنهم أدركوا بسرعة شديدة جدا أن الجماعة الإخوانية هي فصيل سياسي وليس التاردي يعني هي دي المسألة هو كل حكاية أنه هو داخل كأنه هو طيار ديني والأدب والدين والأخلاق محدش ضدهم خالص فيخش على المسطقة إنما هم سرعان ما اكتشفوا بالفهلوة والحداثة والعبقرية المصرية الحقيقة الموجودة فيهم بالعمق التعوعيهم الجمعي عبر آلاف السنين اللي عدت عليهم إن لا دول بينصبوا علينا والموضوع سياسة بعد ما هو دور المثقف؟ دور المثقف أنه هو يستشرف حس المجموعة ويبدأ أول خطوة في الطريق اللي أعايزها يعني أنا أعايز أخير عدرتك لو مجموعة المثقفين والفنانين اللي اعتصموا في ذات الثقافة دول اعتصموا من أجل شيء لم يكن على هوى الشعب ولا حكا ما احترامي ليهم ولا حكا إنما هم عملوا اللي الشعب عايزوا وعشان كده تم تجاوب الشعب معهم لا هم شجعوا بس الشعب أن يعبر عما بداخله الرائع وحيد حامد في ثلاثيته مع وراء على طول وحيد حامد في ثلاثيته مع الزعيم عدل إمامه وشريف عرفة طيور الظلام شبههم بطيور الظلام هم كانوا يسكنوا أو ينجحوا دائما في القرى وفي التخوم البعيدة عن النور في العاصمة وكانت حتى نسب نجاحهم في العاصمة ضئيلة جدا وزي ما شفنا برضو التحرقات الأولى لثورة 30 يونيو كانت في العواصم الكبرى اللي فيها النور البعيدة عن الظلام مقاربة دي بيتمسلك إيه؟ مقاربة طيور الظلام دي ومقاربة ذكية جدا الحقيقة عايز أشير لها فيها الحاجتين مهمين جدا أولا نظرية ملء الفراغ يعني إيه؟ يعني إحنا لو ما خدناش بنا كويس قوي من جزئية العدالة الثقافية اللي متوسع على كل محافظات مصر اللي بتبتدي دلوقتي بقى أيوة أيوة وعلى كل مصرح التجوال المناطق الحدودية وغيرها أنا متكلم عن القضية بشكل عام لو ما خدناش ملها منها وسبنا فراغ هناك سينا روح يتكرر لابد لهذا الفراغ أن يجد من يشغله وهم بالتأكيد لما بيلاقوا منطقة فاضية أسهل ما يخش قومك عشان يمشي شكرك دي واحدة الحاجة التانية في فكرة طيول الظلام أنهم يجيدون التعامل مع الحياة تحت الأرض لأن هم ظلمين ظلمين أقول لها بعلمشاعر كمان وليهم طريقة في فكرة التشكيك وفكرة أن هم يحاولوا يدخلوا للناس من احتياجاتهم مع حضرتك بس أنا أصدف كوزئية دي أن هم إيه وهم كانوا جماعة سرية تعمل تحت الأرض كانوا نكحين جد ومنظمين جد أول ما النورجي وكانوا أقوى فصيل سياسي منظم في مصر عشان كده استطاعوا فورا القفز مش عايز أقول كانوا الوحيد إنما كانوا الأكثر تنظيما وعشان كده استطاعوا القفز على غضبة مصر في 25 نجاح لما كشف النورجي عليهم بقى لأن أيوا معرفوش يشتغلوا ناخد بقى النتيجة العكسية لو سمحت أستاذ مصطفى ده لما عايز أصاله أنه من يعتقد خيال أن الإخوان انتهوا لأ الناس اللي كانوا فوق الوش من الأفراد انتهوا ولكنهم عادوا إلى تحت الأرض وهم تحت الأرض أكثر قول وعشان كده لابد من الانتباه إلى هذا وبذل مجهود كبير في محاولة يعني إيه محاربة هذا الفكر الظلامي في جزء طيب يا فندم يعني هذه النقطة فيه غاية الأهمية ويمكن إحنا اللي كان بينقصنا في ما سابق أنه نحن مكناش منتبهين قوي لهذه النقطة بما أنه نحن منتبهين لها دلوقتي ومرنا بتجربة كانت صعبة الحمد لله قدرنا نخرج منها إيه اللي نحن بنشتغل عليه في هذا الملف تحديدا ملف الثقافة عشان نقدر أنه نوصل أو نصل بالوعي زي ما كنت حضرت بتتكلم للمحافظات والأقاليم البعيدة اللي كانوا بيشتغلوا عليها بتشتغل عليها لهذه الجامعة الإرهابية أكتر من العواصم الكبرى أو المدن الكبرى في مصر عايزين كل المشاريع القادرة على تحقيق العدالة الثقافية بحق يعني مش عايزين نعمل مشروع أو اتنين لا عايزين خطة متكاملة عايزين خطة دمج أنا آسف لأنا بستعمل المصطلح الشديد ده بتاع خطة الدمج بس أقول لحضرتك حاجة لازم نبقى صرحة طبعا علشان تبقى الأمور ماشية بشكل جميل جدا إحنا كل المساهمات وأبرز المساهمات للمثقفين المثقفين المتواجدين في العاصمة وسكندري طب أنا عندي مثقفين كبار جدا من كل المجالات بالمناسبة فكرة أن الثقافة هي الأدب والفن بس دي فكرة بش مظبوطة إنما بتكلم على كل المجالات بما فيها الأدب والفن موجودين في كل أقاليم مصر الثقافة لابد منوطع خطة للاستفادة من عقولهم ومن أفكارهم في بناء الوطن لأنهم عندهم ولو إحنا بصينا كده نظرة صغيرة ووصلنا على من استطاع كسر الحدود الجغرافية منهم هنلاقي أن كل النجوم أو تسعين في المئة منهم في المجال الثقافة والأدب وكلهم جاي من الأقاليم واللي جاي من الصعيد طب إيه يمنع وإيه التحديات اللي بتواجههم يا فن مش إيه يمنع هم عايزين إيه تحت فرصة يعني إحنا مثلا مثلا ممكن نعمل على غرار المجلس الأعلى للثقافة وما تكلمش في حاجات بفلوس ممكن يبقى فيه مجلس ثقافي لكل محافظة تطوعي 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 وتختار المحافظة المحافظة والناس اللي إناك من كبار المثقفين والأدباء صحفين كلهم ما في القاهرة الجيزة يعني ما فرقتش في القاهرة الكبرى وليها فرع في اسكندرين لازم نحاول إن يبقى ليها فروع بأي شكل من الأشكال ولو المحدودة جدا ولو حتى في أي حدث أو كم الحق صغير حتى في كل محافظة ده حيفرق كتير جدا أنت عند حضرتك البيت الفني للمصر بينتج عروض ممتازة الحقيقة ماشي بسكولات طارد هنا ولو عرضنا مصرحية أو اتنين منها مسكندرية تبقى حاجة ندرة بصي حقول لحضرتك حاجة رغم كل الظروف التي نعلمها عن اشتراطات أكواد الحرائق ولكننا لا نعدم ولو مسرح واحد صالح للاستكدام وجيد في كل محافظة سواء كانت تابع لوزارة الثقافة أو تابع لوزارة الشباب والرياضة أو تابع للمحافظة نفسها موجود طيب لماذا لا نفكر في نقل هذه العروض الممتازة لتعرض ولو بثلاثة أيام يقال أن تكلفة العرض مش بسيطة أنا أستاذ مسرح بمناسبة أنا رئيس قسم المسرح والدرامة في أدابين شامس بس أولاً أولاً في حاجتين لازم نفرق بينهم القيمة المادية والقيمة الثقافية والمعنوية وما إلى ذلك أنت بتكلمي على نجوم واخدين أجورهم كده كده يعني أنا محاسبه على 30 ليلة عرض عنتي أخلي خمسة منهم في محافظة هي مش هتفرق معي ومش هتفرق مع أي محافظ أنه يستضيف هذا الفريق والحقيقة المحافظين كرمة جداً مع الثقافة وأنا جربت ده وأنا رئيس هيئة قصور الثقافة يعني كرمة جداً بالعكس طبيب يوم جميل بيجاك في الدنيا عندما يكون هنتكلف إيه نقل الدكور لا ما بنتكلمش في باجت ما بنتكلمش في حاجة كبيرة العائد أجبية محتاجة تنظيم بس العائد كبير جداً وبعدين ما هو برضو ده يقضنا النقطة تانية حضرتك إن إحنا عندنا الثقافة في ظل هذا الوضع الموجود عندنا في مصر على كل المستويات يجب أن تكون مدعومة ومجانية للملان يحتاج آه بس ممكن نزود حاجة تاني إن عندنا الثقافة في مصر وهذه قيمة غير مستجلة قادرة على أن توفر دخلاً مش يصرف على الثقافة وبس لا ويصرف على الأشياء طبعا أنا عندي ملف مفقود يعني العالم الغربي في ملف كنت نسأحقوله بس لما يكمل أستاذ مصطفى بعد إذن حرتك العالم الغربي رغم ظهور التكنولوجيا والسوشيال ميديا إلا أنه لم يتوقف يوم ما عن القراءة أو شراء الكتب أو طباعتها أو الذهاب إلى المكتبات وده بنشوفه وأنا بشوف وأنا بسفر كتير فبشوف إزاي الغرب بيهتم بقصة القراءة والثقافة وذيب المكتبات العامة واستعارة الكتب رغم ظهور التكنولوجيا الكامل هذا الأمر لم يحرص فيما توقفنا عن القراءة ده دركوا أنتوا كمثقفين إزاي نحي ده مش بس في العاصمة وأنا أعتقد أن العاصمة برضو حتى مكتبة مصر العامة بروح أنا بتدايق جدا ما بلاقيش حد خالص في القراءة والنجوع وخلافهم ما بتليش حد خالصها دكتور أين وما تقوليش في المكتبات المتنقلة بعد إذنك أن دي برضو مكتبات ما فيهاش غير شوية حاجات قطس أطفال أنا عايز بس أكمل نقطة رؤونية هارجع لدي فضل يعني عندنا إحنا عندنا حاجة اسمها الصناعات الصقافية لو حابص على جزء واحدة في صناعات الصقافية هي الحرف التراثين مصر الغانية بالحرف التراثين اللي بتؤصل للهوية واللي هي حرف هند ميلت واللي هي تجيب فلوس ودخل يصرف على كل الثقافات لو حصل يعني كل أنشطة الثقافة لو حصل مجرد تعديلات بسيطة في القوانين تسمح للبيع يعني هو غير مسموخ مثلا في باعها فهي قصوله الثقافة ودي مشكلة كبيرة يعني لو سمحون محتاجة تعديل في البدر بتأثر على الحرفة فده أنا قصدي حاجة واحدة نرجع لجزئية الثقافة عايز أقول لحضرتك يعني إحنا في مصر ترتيبها متقدم جدا 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 ما بين دول العالم الآن في القراءة الألكترونية عايز أقول حاجة تي الحاجة الأولى أنا لازم أضطار مراسل أنا ما يهمنيش الوسيط يعني أنا ما يهمنيش وسأظل الكتاب المطبوع للأبد بالمناسبة ولو فترة طويلة جدا يعني لو قمته ولو دوره بس أنا ما يهمنيش قوي إنك تاخد كتاب مطبوع بالذات مع ارتفاع التكلفة بتاع السيار الورق واللي حتترفع كل يوم مش في مصر في العالم كله وقت بال حضرتك طب ما تقرأ أونلاين يعني أنا أنا يهمني يهمني ودي ثقافة عايز تتغير أنا لما كنت مسج هيئة الكتاب فيديلي مبدع وممكن مبدع شاب ولجنة القراءة تقر كتابه وحضرتك عارف نجيل مؤسسة النشر الكبرى وعليها إقبال غير عادي فأقول له كتاب حضرتك مقبول للنشر دور ورقم كذا أنت عارف ده مثلا أستاذ محمد حيبقى بعد قد إيه فيقول لي بعد قد إيه أقول له بعد سنتين السنة عندي بديل يقول لي إيه أقول له نزله لك أونلاين بكر على الموقع بتاعنا ويتباع برضو ويقول لي هستنى السنتين دي ثقافة وقتها أعتقد دلوقتي إيجابته تتغير على الرئيس العائق الموجود واخد بالحضرتك فدي ثقافة محتاجة تتغير ده واحد اتنين بقى وده المهم ما هو المحتوى القرائي الذي يجذب الشباب الآن صحيح يعني لو شفنا كتب الأبراج مش هقول أسمع أنا مش هقول أسمع أنا عارف يعني لو قلنا مستوى الشعر اللي بيجذبهم رديء يعني يعني لا تنطبق عليه معايير الشعرية لو تكلمنا كنقات نتكلم على الروايات البوليسية اللي بيقروقها والخيارة الرعب اللي منتشرة دلوقتي طب وحركة بتقول الجديد طب ما يا حطيره القديم يعني الكتب السياسية القديمة التاريخية القديمة اللي فيها هويتنا وفيها طرصنا أنا يدري يهمني يعني أنا اللي ببحث عن الجديد طب ما أنا لما أنا أعمل الكتب دي وأعرضها أنا حنشئ جيل جديد يكتب أنا معاك أني جيل صلاح عبدالصبور وجيل فؤاد حداد وجيل العمليقة دول ما في مين اللي بيحمل الرواية دلوقتي مين بيكتب شارع دلوقتي مين بيعمل الرواية دلوقتي أنا معاك عندنا طبعا بس بس بنسبة أقل اللي ما أنا عايز أقوله إن ده دور الصناعات السقيلة يعني إيه دور الصناعات السقيلة دور دور النشر الثقافية الحكومية المهمة إنها تطبع الحاجات دي وتحاول تغسلها إذا كان كده أو أونلاين أنا بس عايز أقول حاجة صغيرة جدا مين اللي بيعملوا نسعب علي أقراءة جدا دلوقتي على الأونلاين دول جيل مكتابة الأسرة دول مكتابة الأسرة وجيل استقافة للجميع إذن نرجع تاني إذا أردت أن تشجع القراءة وإذا أردت أن تنمي الوعي وإذا أردت أن تصنع أي شيء عليك بالبداية من الطفل نرجع للنقطة دي دكتور أحمد هنخرج لفاصل نرجع نتكلم باستفاته في هذه النقطة تحديدا ونرجع نكمل مع حضرتكم حوارنا مع دكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني مرحبا حضرتكم مرة تانية ومزال حادثنا مستمر مع دكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني دكتور أحمد يمكن قبل الفاصل حضرتك كنت تكلم وأشرت لنقطة مهمة جدا وهي أننا البداية لازم تكون بالطفل عشان أبدأ بالطفل لازم يكون الطفل يعني مش هدخل في الحتة بتاعت أنه أسرته تكون بتقرأ لأنه وارد أنه يكون لأ طيب عندي على الجانب الآخر في المدرسة في المناخ أو البيئة اللي حوالين الطفل حضرتك أشرت النقطة كمان تانية أنه إحنا إيه اللي الشباب دلوقتي بيحب يقرأه إيه اللي بيجذب الشباب دلوقتي فإحنا أمام مقطتين إزاي أولا نقدر إحنا نهيق مناخ مناسب للطفل عشان يقدر يقرأ ويستوعب حتى لو إحنا نتكلم في الكتب اللي عندنا التراثي إحنا عندنا الحقيقة تراث من الكتب كبير جدا ومهم جدا وعلى الجانب الآخر هل عندنا أي آلية نقدر من خلالها نحدد الشباب حابب يقرأ إيه إيه الحاجات اللي هم مهتمين بيها على أساس هنقدر نحدد المواضيع اللي إحنا نتطرق بيها كلام حضرتك مهم جدا ونرجع لمسألة الطفل ولو البيئة بتاعته تتصرف إزاي هي دي المفروض الحاجة اللي بنتكلم عليها في السياسات الثقافية اللي كانت المحور اللي بنتكلم فيه يوم الخميس اللي فات في الحوار الوطني طب أنا هفترض أن الأطفال الآن لا يقبلون كما نتوقع يعني بالأعداد المتوقعة على أصول الثقافة مش مش معنى كده أن أنا أتوقف المديل اللي حضرتك طرحتي وهما موجودين تحت إيدي وأنا متكلم تحت إيدي بمعنى كدولة موجودين تحت إيدي كدولة في المدارس أنا ممكن أتوجه بنفس هذه الأنشطة بتعاون مع مزارة التربية والتعليم واروح أقدمها في المدارس ده أحد الحلول الجزئية الثانية جزئية مهمة جدا مرتبطة بأن أنا مقدرش أعرف أنا فين وعايز إيه وممكن أروح فين من غير معدلات قياس صحيح خليني أعترف بأن المسألة دي ما هيش متوفرة قوي عندنا أنا ما عنديش دراسات للقرائية والمقرؤية لا إما العدد الناس اللي بتقرأ ولا بيحبوا يقرؤوا إيه ولا إيه الحاجات المفضلة ولا إيه الحاجات المفضلة ولا إيه الموضوعات عشان أنا أشتغل على الأجندة أشتغل على الأجندة دي وحاول أتوارها يعني بسي خلينا صرح أكتر لما الدكتور صاروة عكاشة قلب مصر بسبع أسور ثقافة قلب مصر كلها بسبع أسور ثقافة جابلوهم الناس متخصصين كانت وزارة الثقافة وقتها اسمها وزارة الثقافة والإرشاد القوم كنا بنشتغل على الثقافة المواجهة لكان عنده قنوات تليفزيون ما يعنيش ما إحنا لازم ندرس السياق وهذا مختلف طبعا ولا كان عنده إنترنت ولا كان عنده زي عيالي الصغارين دلوقت اللي كل واحد مع موبايله اللي هو تليفزيونه وكتابه وحياته أرشيفه صوره وهو أحر كل واحد يصنع ثقافته الآن طيب في ظل ده الذي لن نستطيع تغييره ده انتهينا طبعا إحنا لابد من التفاعل معه إذن علينا أن ننتج فنا وأدبا وثقافة قادرة على المنافس ده واحد اتنين وأن نذهب بيها إلى المتلقي في الطريق اللي هو موجود فيه ما قلوش تعالي للأسر ما قلوش تعالي للأسر ما قلوش تعالي لكتاب المضوع يا عم انت بتروح تفضل روح الروح الأونلاين بس خد ده ولو ربطنا ده بالهوية وبالأطفال اللي نتكلم عليهم يعني وفي الإجمالي كده من غير ما يعني تعالوا نشوف الثقافات التي تطرح الآن في أفلام الأطفال الأجنبية الأبرز وإزاي إنها بتبث بعض الأفكار مش هنقول الأخلاقيات بعض الأفكار التي تتعارض صحيح مع عادتنا وتقاليدنا صحيح ما قدرش أمنع ليه ما قدرش أمنع لأنه مش هارف أمنع خلينا بس برضو إيه صرحة مش ما قدرش أمنع عشان يعني لا وهزيد فضول وهو معروف الممنوع مرغوب يعني ومش ده الحل صح مش هارف أمنع إنه ما عرف أعمل إيه ودي كان من ضمن الحاجات اللي تم المطالبة بيها أعرف أعمل قناة طفل هذه قناة الطفل الجيدة دي تبث أفلام أطفال جديدة وبرامج أطفال جديدة أنا أعرض فيها هويتي وأعرض فيها سقافتي كلنا عارفين يا جماعة لما مسلسل واحد اسمه بكار خد شخصية من هويتنا كلنا صغيرين ومجبار حفظين ومتفاعلين يا فندم لما سمعنا موسيقى الخاصة التي تعملت في افتتاحها للموميوات طبعا مصر كلها قاعدت تسمع هذه الموسيقى قدر والله العزين ثلاثة قسما بالله أنا كنت بسمعها على الآوة أقول سبحان الله يعني هذا الفن اللي من سبعة تلاف سنة ودي ترنيمة إزيس ده ترنيمة جنائزية دينية عند المصر القديم بس مع القهوة يعني أنا بخشت بمشي على جنب قهوة كده بلا أي ناس مشغلة ايه ده أنا عايزة أسأل سؤال أو بالأحرى تساؤل بسألك 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 بقول تساؤل نحن دائما ما نتحدث في السنوات الأخيرة مجموعة السنوات الأخيرة دي كلها عن فساد زوق المطلقي المصري ما هو ما حقول لحضرتك لما قدمت له بديل السؤال بقى هو التساؤل هل تم تقديم البديل اللائق لهذا المطلقي وهو سابه ما هو ده جماعة اللي بيسمع مهرجانات ده بيسمع مكلسون صحيح أيضا هو 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 إحنا كان عندنا حفلات أغاني بتقدم وكان عندنا أضواء المدينة وكان عندنا مع الموسيقى العربية أنا بأتكلم ولقال التلفزيون أنا بأتكلم حضرتك في مجال واحد اللي هو مجال اللي هنا هل ده موجود والناس بتسيبه شوف فكرة الدوم يعني أنت واخد بالحضرتك شوف الدوم غير أنها بتساعد على اكتشاف الطريق لمواهب جديدة لا في ناس وانا منهم بجيب الأطاط بتاعت الدوم عشان أسمع الولاد الجداد دول يعني قصدي لما بيكون في بديل جاد وحقيقي كل الناس بتودي بديل جاد وحقيقي يا فندم ولكن لازم يكون في برضو عناصر الجذب اللي موجودة دلوقتي يعني إحنا زمان كنا كجيل زي ما كان مصطفى بيتكلم آه بناء نتفرج على بكار كلنا الاندال اللي كان موجود كان فيه عناصر الجذب اللي كانت موجودة وقتها صحيح لكن لو جيت قدمت بكار بنفس كل العوامل لا عادينا رشيدة دلوقتي احنا عايزين نمسك وانسك من ويل في ايده مش هقدر يعني هي الشخصية وما قعدناش انتجها وما كبرنهاش آه آه والله العظيم شوف المارفلز في امريكا بيكبروا بيستثمروا بيخلوها مؤسسة وبتنتجوا وبتطلع يا مصطفى عرايس وبتتباع يعني الشخصية الجديدة دلوقتي مش ما ينفعش يبقى عندها معزة ده المفروض دي بقى عنده سفينة فضاء لو أنا بكلم ابني الطفل في حاجة بتخيلها كده برنامج أطفال أنا مش هجيب ان بكار ده عنده معزة لا هجيبه عنده سفينة فضاء بينتقل بيئة من كوكب لآخر وبيشوف مستقبل الكل ممكن يكون ايه وحاجات من هذا القبيل ما هو ده ده مهم جدا ما انطلعش بكار ليه يعمل في سفينة الفضاء ممكن فكر بقى ممكن مش مختلفين خالص مع هذه الفكرة ما هو مصري وطفل وزينا واسمر برشيدة ايه ايه هو والرشيدة بس اتكاوي السفينة ايه في الكلب لاسي كده في الكلب لاسي في الفضاء ايه في الكلة فقصدي يعني واللي بيوحد كلامنا ده كله نحن نحتاج الى مشروع ثقافي نحتاج الى خطة ايه لرفع وعي المواطن المصري وزي ما اتفقنا لازم بقى فيها وزارة ثقافة وزارة تربية والتعليم بكل تأكيد طبعا وخلني ارجع لجملة مهمة جدا حضرتك اشرت ليها دلوقتي فكرة الخطة نحن نتكلم عن خطة وفي تجمع المثقفين ونحن نتكلم كمان في الحوار الوطني وفي محور مهم جدا وهو المحور المجتمعي اللي يمكن كل النقاط بتندرج وتنبثق من الملف الثقافي ايه التوصيات يا فندم اللي كانت موجودة او الموجودة على اجندة المثقفين خلال جلسات الحوار الوطني ايه التوصيات اللي قدمت يعني نسه في البداية بس من اهم الحاجات اللي كانوا بيجحوا عليها هي فكرة منظومة التشكيل الوحيد يعني ان ما ينفعش وزارة الثقافة الوحدها هي اللي بتشتغل اه هي اللي تقبط بس زي ما بحب بقول دايما ان لوزارة الثقافة عملت مؤتمع ضخم جدا عن طاعة حسين جابت فيه ميت واحد من بره يتكلموا اه انما راحت وزارة التربية والتعليم لاجت اصلا قصة الايام المقررات بتاعتها ونبقى منشتغل ضد مقايا الحمد لله رجعت بعد ما تلاجت او راح مدرس التربية الدينية لابني في ابتدائي قالوا طاعة حسين ده كافر يعني قصدي فهم عندهم فكرة ايه المنظومة دي مع بعض فكرة الاهتمام بالطفل دي برضو من افكارهم ومحاولة انشاء قناة للطفل فكرة اعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة يعني انا عايز اقول لحضرتك مثلا مثال بسيط مش هدرب امسلا بكل حاجة طبعا ان احنا لو اتكلمنا عن هيئة تصور الثقافة فاحنا عندنا حاجة اسمها الادارة العامة لثقافة الطفل تتبع ادارة المركزية للشؤون الثقافية وعندنا حاجة اسمها الادارة العامة للمواهب تتبع حاجة اسمها الادارة المركزية للدرسات والبحوث وعندنا حاجة اسمها اصر الطفل تتبع اقصور المتخصصة تتبع رئيس الهيئة مباشرة انا بكلم حضرتك عن مبنى واحد يعني مؤسسة واحدة ومبنى واحد متوزع فيها انشطة الطفل على ثلاث حاجات في ثلاث قطاعات مختلفة بوكلاء وزارة مختلفين فده ينفع طب ما انا خليني صريح معك من دون التجارب النكحة اللي حصلت ملف الصحة تم اعادة هيكلة القطاع الصحي بانشاء وحدات جديدة بانشاء هيئات جديدة وزارة صقافة رسا لم تدخل في طور الهيكلة الجديد هتعملوا ايه او الحوار الوطني تقدمتوا باي علشان خلينا نخش في الحلول يعني احنا عرضنا المشكلة هنحل ازاي هو هو ليس ليس يعني للمثقفين اللي موجودين في الحوار الوطني سوى تقديم لا قدرة على اعادة الهيكلة لان هم مش متخصصين في الشغلات دي اللي يعملها اللي بيشتغلوا في وزارة الثقافة نفسه وبالمناسبة جاري يعني هو جاري عادة هيكلة وزارة الثقافة من السنوات ولكن الخطة لم تكتمل بعد ولم يتم تنفذها وفي اختراحات مقدمة من الداخل واختراحات مقدمة من التخطيط ولسه ما وسنوص على الشكل النهائي بس الناس بتحط ايدها على الحاجات اللي موجودة منها تفعيل دور المجلس الاعلى للثقافة اللي هو اكبر مؤسسة ثقافية في مصر يعني انه بيجتمع فقط مرتين في السنة مرة للتصويت طب مرة كل شهر وتتعرض عليه الخطط اللي تيجي بالمحافظات ويتعرض عليه منها حتمية عمل ما يمكن تسميته يعني مش عايزة اقول حوار الوطني مصغر هقول مؤتمر للمصقفين مرة كل عام يقولوا في رأيهم ويقولوا فيهم الحاجات ماشية ازاي طبعا اقترحوا بعض التعديلات التشريعية ده لازم منها الجزئية اللي كنت لسه بكلم حضرتك فيها اللي هي فكرة تغيير القانون في هيئة قصور الثقافة بان يسمح ببيع المنتجات الحرف التراثية دي دي بتحافظ على الهوية وبتساعد على نماء المشروعات الصغيرة وبتحافظ على الحرفة بالانقراض وبتمثل دخل طبعا يعني حاجات كتيرة جدا حاجات يعني لسه ولسه فيه كتير السينما ودي كان اخر جلسة الناس بيتكلموا فيها وفنانين كبار كلهم كانوا بيتراحوا حاجة احنا عارفينها وبنتكلم فيها وهي الحقيقة الدولة الان بصدت مراجعة القانون بهذا الصدت اللي هي فكرة اجراءات التصوير يعني ان انت كمصري ان انت كمصري او ان انت كجي اجنبي هتصور فيلم انت بقى مطلوب تاخد تصريح من كم جاهة من كم جاهة بالزبط وانت مفروض تدفع كام وكلنا عارفين يا جماعة كام من الافلام العربية الاجنبية اللي كانوا عايزين يصوروا في الهرم والصحر المصرية ووجدوا معوقات فراحوا بنوا ده في دول اخرى في اماكن شبيهة وبالنسبة ده بيمثل الدول دي على فكرة داخل محترم جدا ويعتبر يعني من الدخول مش هنقول السابتة ولكن من الدخول الكبيرة البتي يعني على فترات متقاربة جدا في دول الافانتم 30% من دخلها القومي من الثقاف ومنها 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 ده يعني ومنها ده احنا احنا مش هنعمل حاجة حضرتك احنا ربنا مدينا الاثار ومدينا النيل ومدينا السحرة البيضة ومدينا سينة ومدينا بس ناقص يعني ان احنا نعمل قانون موحد من جهة واحدة بأسعار جزابة يعني حيانا نشتغل بالقانون السوق بأسعار جزاب حتى لقوا الاسعار دي جت علينا شوية في الاول ايا بس هتيجي عليها في ايه ومشتيجي عليها في ايه خد حضرتك ان انت بتعملي دعاية سياحية من خلال هذا لا تقدر بسمن يعني بوب جوارديولا المدرب الاشهر هو بيتصور في الهرم ومتصور هنا خلاص هو عملك سياحة مجانية بس هقول لحضرتك ايه ده فرط ومش جاي في منظومة تخيالي حضرتك بقى ده لو فيلم مستمر بقى كل ما بيورد الفيلم كل ما الدعاية مستمر وكل البلاد اللي موجودة يعني لازم دي من الاشياء اللي هي لازم تتحل مشاريع كثيرة الحقيقة متفائل ان لو حصل حراك في الملف ده بهذه الافكار كل بقى الحاجات المتعلقة الثانوية انا هنقول بقى قصة الطفل قصة الموسيقى قصة القراءة كل ما تكلمنا ليه هيتحل تباعها بالتأكيد وانا متفائل لان فيه افكار جديدة جدا وفيه نية صادقة ومعلنة من ساد الرئيس شخصيا وقالها في اكتر من مناسبة وبدأ بالفعل بالموافقة على بعض المخرجات من الحوار الوطني ورئيس سيسي قال كلمة صريحة قال كل ما املك قانون الموافقة عليه في اللي انتو تتفق عليه انا موافق عليه واللي مملكوش احاوله المجلس النواة اعتقد ان هزي فرصة ذهبية لان يثبت المثقفون والمتخصصون من الحكومة والمعارضة ان احنا مش بنتكلم بس ولكن عندنا افكار بديلة كفيلة بصناعة مستقبل افضل مدامة الاراضة السياسية الان موجودة صحيح يعني زي ما كنت حضرت بتتحدث دكتور احمد هذا الملف ملف غاية في الاهمية وحنا منتكلم فعلا هو بدايته الطفل يعني وهو الطفل احنا عندنا دلوقتي قليات كتير جدا ويمكن الاول بتحتاج مجهود وان العائلة تاخد الطفل ويروحوا المكتبة او او دلوقتي موضوع بقى مختلف بالعكس ده بجانب الميزة دي بقى فيه تحدي اخر انه كل الثقافات معروضة على اولادنا كل الهويات معروضة على اولادنا للأسف كمان في بعض الثقافات الاخرى اللي بتتحدث عن هويتنا احنا وعن تاريخنا احنا اللي في المقابل اصلا احنا مش بنحكي لولادنا ودي مشكلة تانية اخرى لكن احنا متفقلين ان في مصر طبعا بخير وفيها كوادر مثقفة هيلة جدا وكبيرة جدا ومحترمة جدا ادرى انها تقدم حلول زي ما حضرتك تحدث وزي ما حضرتك كمان اتكلمت فكرة وجود الارادة السياسية لتغيير ذلك اروضة انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني نورتنا في سبع كمان شكرا من حضرتك والأستاذ مصطفى شكرا جزيلا دكتور نورتنا